حديث علينا أن نتدبره دائما لأنه يرتبط بواقعنا بشكل مباشر وهناك الكثير من الأحاديث التي هي على هذه الشاكلة الحديث طويل سأأخذ جانبا منه إني أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة من رجال الغيبة الأولى من رجال الغيبة الصغرى هكذا نسميها في الثقافة الشيعية طبعة أنوار الهدى صلوات الله وسلامه عليه الإمام الباقر يقول لجابر لجابر الجعفي يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا هذا الكلام يخص زمان جابر الذي كان يعيش فيه وكان معاصرا لإمامنا الباقر صلوات الله عليه يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها إن أدركتها أولها اختلاف بني العباس أول علامة الإمام الباقر أشار إليها أشار إلى اختلاف بني العباس لأنها علامة مهمة جدا هي بمثابة جرس بمثابة جرس هذا الناقوس يعلن للشيعة المنتظرين أن يبدأوا العمل أن يبدأوا العمل الإمام هكذا قال لجابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها يعني قبل هذه العلامات ليس هناك من مجال للعمل الناجح في خدمة إمام زماننا للتمهيد لمشروعه العظيم وإنما تتحرك الأيدي والأرجل متى مع ظهور هذه العلامات يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها أولها أولها اختلاف بني العباس وما أراك تدرك ذلك الإمام هنا يتحدث عن العباسيين الجدد عن العباسيين في المرحلة القريبة من عصر الظهور بقرينة ما سيأتي من كلام لأن الإمام يتحدث عن الإرهاصات التي تكون قريبة من زمان العلامات الحتمية ويتحدث أيضا الإمام عن العلامات الحتمية ويتحدث عن ظهور إمام زماننا ليس الكلام عن العباسيين الأوائل إنهم العباسيون الجدد في زماننا أولها اختلاف بني العباس والإمام الباقر يقول لجابر وما أراك تدرك ذلك ولكن ولكن حدث به يمكن أن تقرأ حدث به من بعدي عني ويمكن ويمكن أن تقرأ ولكن حدث به من بعدي عني ولكن حدث به من بعدي عني حدث الأجيال التي تأتي بعدي ولكن ولكن حدث به من بعدي عني أولها اختلاف بني العباس المراد من أولها أنها العلامة التي إذا ما صارت فإن العمل سيكون مناسبا حينئذ حرك يدك ورجلك يا جابر ولا تبقى حبيس العزلة وحبيس السكوت فحرك يدك ورجلك فقد آن أوان العمل ولا تؤجل عمل اليوم إلى غد هذا هو الذي يريده إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لماذا فالإمام حينما تمت حركة المشرقيين ووصلت غايتها هكذا قال أما إني لو أدركت هذا لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر فالاستبقاء في بدايته يحتاج إلى عزلة نسبية يحتاج إلى هدوء نسبي لأجل التخطيط ولأجل الإعداد ولأجل صناعة المقدمات حتى نصل إلى مرحلة العمل المباشر العمل المباشر يكون مع أول علامة من العلامات أولها اختلاف بن العباس الإمام هنا لا يريد أن يعدد لنا الأمور بالترتيب الزماني وإنما ذكر أولها أن جعل هذا نقطة واضحة لبداية العمل أولها اختلاف بن العباس لأن الإمام هكذا قال لجابر يا جابر الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها أولها اختلاف بن العباس وما أراك تدرك ذلك ولكن حدث به من بعدي عني ومناد ينادي من السماء هذه علامة قريبة جدا من ظهور إمام زماننا هذه العلامة تكون في أواخر شهر رمضان في السنة التي تلي هذه السنة في شهر محرم سيكون الظهور بحسب ما بيّنوا لنا لماذا ذكرها الإمام بعد اختلاف بن العباس ذكر العلامة هذه بعد اختلاف بن العباس لا لأجل الترتيب بين العلامات وإنما أراد أن ينبهنا من أنه يتحدث عن العباسيين في المرحلة الثانية وليست في المرحلة الأولى عن العباسيين الذين سيكونون في الزمان القريب من وقت ظهور الحجة بن الحسن مباشرة بعد ذكر اختلافهم تحدث الإمام عن الصيحة التي هي علامة قريبة جدا من وقت ظهور إمام زماننا بحيث أننا نستطيع أن نوقت حينئذ وأن نحدد وقت الظهور بالدقة وحينئذ سيكون الموقتين صادقين وليسوا كاذبين أولها أول العلامات اختلاف بن العباس ومناد ينادي من السماء ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح يجيئ لمن للذين يعيشون في البرازيل مثلا للذين يعيشون في العراق وإيران قلت لكم الروايات حين تتحدث تتحدث عن منطقة الظهور لا تتحدث عن العالم كله وحتى حينما تتحدث عن منطقة الظهور إنها تركز الكلام على إيران والعراق وسوريا ألا تلاحظون على أرض الواقع هناك ارتباط بين هذه الدول بشكل وبآخر هناك ارتباط بين إيران والعراق وسوريا هناك من يسعى لإيجاد ارتباط بين هذه الدول وهناك من يسعى لإيجاد تفرقة بين هذه الدول هناك تواصل سياسي في بعض الجهات وهناك افتراق سياسي في جهات أخرى هناك تواصل مجتمعي في بعض الجهات وهناك تنافر مجتمعي في جهات أخرى هذه الدول أمرها عجيب ألا تلاحظون ذلك على أرض الواقع ويجيكم صوت من ناحية دمشق بالفتح ما هو هذا الصوت الذي يأتي من ناحية دمشق بالفتح أي فتح هذا الفتح هذا ما هو بفتح عسكري إنه تغير في الواقع السوري من خلاله من خلاله نستشرف علائم الفتح المبين وإلا فإن الروايات والأحاديث تخبرنا عن الطراب مستمر في سوريا في الشام في دمشق عن الطراب مستمر حتى يخرج السفياني من أرضها وحتى يرتقي من برها ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية الجابية منطقة معروفة منذ قديم الزمان وحتى قبل الإسلام الغساسنة كانوا يقطنونها الجابية منطقة تعريخية معروفة في محافظة درعة آثارها موجودة إلى يومنا هذا وتعرف في أيامنا بتل الجابية في درعة إذن الكلام عن سوريا والخطاب لمن للذين هم في العراق وإيران ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن ليس هناك مسجد أيسر وأيمن وإنما المراد من الجانب الأيمن هناك حائط سيتعرض للهدم في مسجد دمشق ومسجد دمشق معروف هو المسجد الأموي وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن في الجانب الأيمن من المسجد وهذا الكلام يفهم من روايات أخرى إذن إذن نحن في سوريا هناك تغيرات في سوريا هناك أحداث متلاحقة في سوريا هذا هو السبب أن نداء الفتح يأتي من دمشق إنها تباشير ومعلومات وعلامات تخبر الذين ينتظرون إمامهم في العراق وإيران من أن الظهور بات قريبا إنها ملامح ظهور السفياني بات السفياني على الأبواب ويجيئكم صوت إنه صوت الإعلام ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن ومارقة تمرق من ناحية الترك المارقة الخارجة على القانون ومارقة تمرق من ناحية الترك ويعقبها هرج الروم وسيقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة أخوان أخوان الترك قد يكونون الأكراد فالأكراد أخوان للترك على مستوى التأريخ على مستوى المجاورة الجغرافية على مستوى السجال السياسي وعلى مستويات أخرى قد يكونون الأكراد وقد يكونون حلفاء الأتراك من أي جهة من الأوروبيين من أعضاء حلف النيتو من أي جهة من أي مجموعة وقد يراد منهم المجموعة المجرمة التي هي الأخوان المسلمون من الأتراك وجماعة الأخوان المسلمين هم الآن يحكمون تركيا وقد يراد غير ذلك فإن الترك قوميات وشعوب مختلفة كثيرة هذا العنوان الترك يطلق على الذين هم في تركيا ويطلق أيضا على أتراك إيران ويطلق على الشعوب التي تعيش في الدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي دول الاتحاد السوفيتي سابقة الشعوب التي تعيش فيها يطلق عليهم الترك والأتراك أتعلمون حتى المغول والتتر يطلق عليهم الترك في كتب التاريخ القديمة فهذه منطقة آسيا الباردة التي تشكل دول الاتحاد السوفيتي سابقا هذه المنطقة الباردة من آسيا سكانها الأتراك يقال لهم وهم قبائل وعشائر مختلفة كاختلاف المغول عن التتر فهذا العنوان عنوان واسع وكبير الترك وإن كان في أيامنا هذه حينما نطلقه فإننا نطلقه على أتراك تركيا والذي يبدو كذلك من أن المراد من الترك في الروايات هو ما يكون مناسبا لزمان تغولهم وحركتهم ونشاطهم فهؤلاء هم المتغولون من الترك إنهم ترك تركيا وسيقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة الجزيرة هذه منطقة تطلق على بعض أرض سورية وربما تتصل بالأردن وتطلق أيضا على الجزيرة التي هي ما بين العراق وسوريا من جهة الموصل الكلام عن هذه المنطقة وهي في زماننا هذه المنطقة شمال العراق جنوب تركيا سوريا بالكامل هذه المنطقة منطقة قلقة ليست مستقرة الجيوش من مختلف بلدان العالم تتحرك فيها إما أن تحوم طائراتها في السماء وإما أن تتحرك قواتها بشكل مباشر أو أن تتحرك قوات بالوكالة عنها ما هو هذا الذي يجري في الأراضي العراقية المتاخمة لتركيا وسوريا وهذا هو الذي يجري أيضا في الأراضي الجنوبية من تركيا وفي أرض سوريا عموما وسيقبل إخوان الترك حتى ينزل الجزيرة وسيقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة ورملة هذا عنوان عجيب هناك في العراق أكثر من مكان منذ القديم يقال له الرملة ويصغر بالرميلة وهناك في الكويت أيضا وهناك في السعودية أيضا وهناك في دول الخليج أيضا وهناك في سورية وفي الأردن وفي فلسطين وفي مصر وفي بقاع أخرى هناك مناطق يقال لها الرملة والذي يبدو أن الرملة هنا هي رملة سورية وهي منطقة مقطونة تقع قريبة من مدينة حما في سوريا وسيقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة وإن كان في زماننا حينما نقول الرملة يتبادر إلى الأذهان الرملة في فلسطين فإنها الأكثر شهرة في أيامنا هذه لكن بقرائن الحديث عن سوريا وتفاصيلها فإن الرملة هنا رملة سورية وحتى الجزيرة إنها الجزيرة السورية من جهة درعا ومن جهة الأردن فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب قد يقول قائل من أن المراد من المغرب هنا مغرب الأرض لكن الكلام كله عن سوريا الحديث عن مغرب الأرض عن سوريا وما يقع في غربها ما يقع في غربها من بلاد الشام من بلاد الشام من لبنان وفلسطين فأول أرض تخرب أرض الشام الكلام كله عن الشام كل الحديث في هذه الرواية عن الشام وتحديدا عن سوريا وتحديدا عن دمشق أعيد قراءة الرواية مرة أخرى حتى تتلمس أهمية موقع سوريا في الروايات والأحاديث ولذا أن تكون سوريا الآن موضعا خاصا وموضع اهتمام من كثير من الدول ما هو بأمر عجيب للذي سبر أغوار الأحاديث والروايات مع أن سوريا إذا نظرنا إليها فإنها دولة صغيرة صغيرة في مساحتها وصغيرة في عدد نفوسها فعدد النفوس قليل في سوريا ما هي بدولة عظيمة في المساحة وبعدد السكان ولا هي بدولة عسكرية عسكرها هائل ولا هي بدولة اقتصادها عظيم ولا ولا دولة فقيرة صغيرة متواضعة من دول الشرق الأوسط لماذا كل هذا الاهتمام ولماذا كل هذه الوقائع ولماذا صارت سوريا نقطة مثيرة لكل العالم الذي يسبر أغوار الأحاديث والروايات لا يستغرب من هذا فسوريا لها موقع خاص في منطقة الظهور ولها خصوصية فيما يرتبط بالمشروع المهدوي أهم علامة من العلامات الحتمية علامة السفياني وهذه العلامة تتحقق في هذه الأرض فلا بد أن تكون الأنظار منشدة دائما إلى هذه الأرض إلى أرض سوريا هكذا تجري الأمور وهكذا يكون التقدير الإلهي لحركة مشروع إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه الإمام الباقر يقول لجابر لجابر يا جابر أتمنى عليكم وأنا أقرأ الرواية أن تتذكروا المضامين التي ذكرتها لكم قبل قليل حتى تلتصق هذه المضامين في أذهانكم هذه المعلومات معلومات ضرورية للمنتظرين يا جابر يا جابر يا جابر ألزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا هذا كلام الباقر صلوات الله عليه مع جابر الجعفي يا جابر ألزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها أولها اختلاف بين العباس علينا أن نمسك بهذه العلامة بأيدينا وأرجلنا وأدراسنا هذه العلامة مهمة جدا لأننا إذا ما توفقنا وبدأنا العمل الصحيح فهذا سيقودنا لنصرة إمام زماننا أولها اختلاف بين العباس والإمام يقول لجابر وما أراك تدرك ذلك ولكن حدث به من بعدي عني ولكن حدث به من بعدي عني ومناد ينادي من السماء ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن ومارقة تمرق من ناحية الترك باتجاه الشام أيضا ويعقبها هرج الروم وسيقبل إخوان الترك حتى ينزل الجزيرة جزيرة سورية جزيرة الشام وسيقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة إنها رملة سورية عند حما فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب من ناحية مغرب العراق سورية ومن ناحية مغرب سورية لبنان وفلسطين ومناطق أخرى الإمام يتحدث مع جابر وجابر عراقي كوفي جعفي فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب فأول أرض تخرب أرض الشام هذا خراب سيكون أكثر من الخراب الموجود الآن ما حدثتكم عن الاضطراب السوري الكبير فأول أرض تخرب أرض الشام ثم يختلفون عند ذلك بعد هذا الخراب والاضطراب ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات الكلام كله عن سوريا وهذه الرايات في سوريا راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفيان هذا يكون بعد الخراب الكبير بعد الاضطراب السوري الكبير والذي سيكون أسوأ مما هي عليه الآن يعني أن الأوضاع ستسوء وتسوء إنها الفتنة المطبقة المنغلقة كلما هدأ جانب منها ثار جانب آخر يبحثون عن مخرج فلا يجدونه إنها الفتنة المطبقة المنغلقة فأول أرض تخرب أرض الشام ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتلون فيقتله السفياني ومن تبع ثم يقتل الأصهب ولابد أن تعلم من أن الأصهب قد يكون وصفا للون البشرة ولون الشعر حينما تكون البشرة بيضاء يخالطها اللون الوردي تخالطها الحمرة الفاتحة ويكون الشعر ملونا قد يكون باللون الأشقر ولكنه يضرب إلى الحمرة وقد يكون باللون الأحمر هذا هو الأصهب إمرأة صهباء إمرأة بشرتها بيضاء يخالط بياضها لون أحمر فاتح لون وردي فبشرتها بيضاء وردية وشعرها ضارب إلى الحمر وكذاك وصف الرجل بهذا الوصف ربما يكون متصفا بهذه الأوصاف الأصهب أيضا من أسماء الأسد في لغة العرب الأصهب من أسماء الأسد الأسد له أسماء كثيرة في لغة العرب أحد أسمائه الأصهب بسبب شقرة لونه لأن الأسد لون شعره ولون بشرته يكون مائلا إلى الشقرة وبعض الأسد لونها أشقر بالفعل ومن هنا يوصف الأسد ويسمى بالأصهب فأول أرض تخرب أرض الشام ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتلون فيقتله السفياني ومن تبعه إنهم أتباع الأبقع ثم يقتل الأصهب أما الأبقع فإنها تطلق على الأبرص وقد تطلق كذلك على الذي تركت الأمراض الجلدية أثارها على وجهه وبدنه وربما تطلق على شيء آخر على لباسه فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتلون فيقتله السفياني ومن تبعه ثم يقتل الأصهب ثم لا يكون له همة السفياني إلا الإقبال نحو العراق بحسب الروايات التي عندنا السفياني بشخصه كما يبدو من أكثر الروايات لا يأتي إلى العراق وإنما يرسل قائدا من قادته إلى العراق يوجد في بعض الروايات وخصوصا التي هي في كتب المخالفين من أن السفيانية سيقبل إلى العراق بنفسه لكن أكثر الأحاديث عندنا تشير إلى أن السفيانية شخصيا لن يأتي إلى العراق وإنما يرسل جيشا ويرسل قادة من قادته ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر